بين مطرقة العنف وسندان الجوع تقف جمهورية الصومال منذ عقود لكنها تحاول مجدداً أن تشق طريقها بين المحافل الدولية حيث وضعت مقدشور حالها في العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف مؤتمراً دولياً بشأن الصومال يشارك فيه نحو أربعين وفداً ومؤسسة دولية بضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية مهمتنا اليوم ليست لإبلاغ الصومال ماذا عليه أن يفعل وليس لفرض حلولنا على هذا البلد من بعيد بل للوقوف وراء جهود الرئيس الجديد ودعم الشعب الصومالي في سعيه لبناء مستقبل بلاده يهدف المؤتمر إلى توفير الدعم للحكومة الصومالية وبحث سبل الشراكة مع الصومال من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز الأمن مقابل التزام حكومة مقدشو بإجراء إصلاحات ضرورية وتسعى الأمم المتحدة لجمع تسعمائة مليون دولار إضافية هذا العام للصومال ستخصص معظمها للمساعدات الإنسانية ستة ملايين سومالي أو قرابة نصف الشعب بحاجة إلى المساعدة ويتعرض مائتين وخمسة وسبعون ألف طفل لخطر الجوع رأيت التحديات خلال زيارة الأولى للصومال في شهر مارس كأمين عام للأمم المتحدة يتعين على الصومال إعادة بناء الأمن وتفعيل الشفافية والتعامل مع الجفاف وتجنب المجاعة إلى جانب التحديات الأمنية تمت خطر آخر محدق بالصوماليين يتمثل بالجفاف الذي يضرب البلاد ويتهدد حياة البشر والماشية والغداء في الوقت ذاته يود المجتمع الدولي أن تسلط حكومة الرئيس محمد فرماجو الضوء على معالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وتجنيد الأطفال من قبل حركة الشباب في الصومال نحن نؤمن بأن المسار الوحيد لدعم الصومال هو بتقوية المؤسسات الديمقراطية وللوصول إلى ذلك لن أدخر جهدا للوفاء بوعود في حملة الانتخابية في محاربة أعداء الصومال الثلاثة وهم الإرهاب والفساد والفقر بين الوعود والآمال تقف حكومة الرئيس محمد فرماجو أمام تحديات جسيمة في وقت ينتظر فيه الصوماليون والمجتمع الدولي نتائج ملموسة على الأرض وتطبيقا للوعود الانتخابية